النهاردة كمان كان مهم جدا جدا بعد شكوى النادي الأهلي أن يكون هناك اجتماع مهم بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج واتحاد الكرة قال بناء على البيانة اللي خرج من الاتحاد المصري لكرة القدم الاجتماع شهداء استعراض ومناقشة شكاوى واعتراضات الأندية على القرارات التحكمية في بعض مباريات مسابقة الدوري المنتز بعض مباريات ماشي وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية على أداء الحكام سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحدثها كمان اتحاد كرة القدم طلب من كلاتنبرج تكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب خلال الفترة القادمة على الجانب الآخر كلاتنبرج رد على الحالات اللي تراحتها ربطة الأندية المحترفة واستعرض ما تم تنفيذه الفترة الماضية من خطة التطوير ووعد بتطوير الأداء التحكيمي بيني وبينكو طول ما كابتن أحمد أبو العلا موجود بهذه العقلية اللي بيدير بيها مع كلاتنبرج كابتن أحمد أبو العلا شخصية برضو محترمة ما مقدرش أتكلم عنه بالمناسبة لكن كشخص أنا مأم يعني لكن كإدارة عندي معا مشاكل كثيرة جدا خليني أكمل لحضراتكم بس نهاية الاجتماع يتم الاتفاق على عقد اجتماع دوري كل شهر بين الأطراف التلاتة لمتابعة ما تم إنجازه من خطة التطوير التحكيم والنتائج الفعلية على أرض الواقع والتحاد كرة القدم المصري أكد لرابطة وهو ورابطة الأندية أكدوا في ختام الاجتماع على ثقتهما في قدرات الحكام المصريين وأن الاتحاد ورابطة على مسافة واحدة من جميع الأندية كلها طيب طول ما كابتن أحمد أبو العيلة بيتعامل مع التعينات في لجنة التحكيم هيبقى عندي مشكلة أيوة أيوة فندم في حاجات أنا عرفها كويس جدا من مصادر لي جوه اتحاد كرة القدم المصري ولكن ميثاق الشرف الإعلامي اللي أنا تعلمت إن أنا أتكلم به من خلال وجودي في النادي الأهلي يخليني أقول لحضراتكم إن أنا في حاجات ما قدرش أقولها غير لما يبقى معايا فيه مستند ولكن دي كلام بيتقلي فيا كابتن أحمد يا أبو العيلة أنت محتاجين أن يكون هناك تعيين للحكام بعدالة لكل الفرق أنا هنا هتكلم عن نادي الأهلي بما أني في قناة الأهلي لو سمحت العدالة في التعينات مهمة جدا أنا معرفش مين أنت اللي تعرف أو كلاتن برج المفروض هو اللي يعرف لكن ماشي بما أنه كابتن أحمد أبو العيلة هو اللي بيعين فلو سمحت يا كابتن أحمد العدالة في التعينات لكل الفرق وأولهم من نادي الأهلي والأنديات كبيرة بيني وبينكم يعني هل ينفع واحد زي كابتن وليد عبد الرازق مع احترامي ليه كشخص ولكن لم يحكم لمباراة أهلي وزي أهلي أو زي مالك قبل كده فهل ده ينفع أنه هو يحكم يحكم مثل هذه المباراة أو مباراة للنادي الأهلي في مثل هذه الظروف طيب اللي أنا أعرفه اللي أنا أعرفه أن الكابتن توفيه السيد هو من له الحق في التعينات في الدوري الممتاز ليه بيتم تهميش كابتن توفيه السيد وكابتن أبو العيلة هو اللي بيعمل كل حاج كابتن أحمد أبو العيلة ده اللي بيعمل كل حاج هو فين اتحاد كرة القدم أنه هو يحمي كلاتنبرج ويخليه ينفذ أفكاره فين الكلام ده يا جماعة واحدة ليه شايفين الموضوع كده إيه تعالي عام كلاتنبرج أنتو بتسكتوا الناس يعني في اتحاد الكرة وفي الربطة بتسكتوا الناس تعالي عام كلاتنبرج تقعد عندك أخطاء هنا وهنا وهنا فلو سمحت بقى حلة طب هل حضرتك بتقوم بدورك؟ هل حضرتك بتحميه؟ هل حضراتكم بتحموه من الهجمة اللي بيعملها الإعلام اللي حضراتكم عارفينه واللي بيطلع يشتم فيكوا واحد واحد؟ أرجو كابتن توفيه السيد اللي أنا عرفه على فكرة كابتن توفيه ما عرفوش بشكل شخصي ولكن لنا عرفه أنه هو شخصي ادوه له فرصته ادوه له فرصته هو مش لازم كابتن أحمد أبو العيلة يعمل كل حاجة ادوه ادوه للراجل فرصته وخلينا نشوف هل سيتم هل من الممكن أن يكون هناك عدالة في التوزيع ولا لا لكن طول ما كابتن أحمد أبو العيلة موجود وطول ما اللجنة مخترقة بيني وبينكوا أديكوا شفتوا هل حضراتكم مستنين نتائج جيدة للحكام وأن الكابتن أصام عبد الفتاح الرجل المحترم ولكن الإداري بالنسبة لي هو إداري فاشل في لجنة الحكام هل الكابتن أصام عبد الفتاح اللي طلع من أسبوع مع أبراهيم فيق وقال إن كلاة مبيرج ده ما ينفعش ودي تجربة وفشلة وكل حاجة وأنا مش هرجع أشتغل تاني ومش هينفع ومش عارف إيه هل الكابتن أصام عبد الفتاح اللي ما بيعملش حاجة خلال هذه الفترة غير أنه هو بيخبط في التحكيم المصري علشان يقول للناس إن السنتين اللي فاتوا دول أفضل سنتين في التاريخ على الرغم من هما أسوأ سنتين في التحكيم المصري مش بشهادتي بشهادة كل أندية مصر وده السبب في اللي إحنا فيه بالمناسبة اللي بيحصل ده كل هل حضراتكم عارفين من الكابتن أصام عبد الفتاح كل الأذرع اللي موجودة دي أذرع كابتن أصام عبد الفتاح كابتن أحمد أبو العلا الزراع الأكبر للكابتن أصام عبد الفتاح هل بقى من الممكن بلاشت كابتن توفيق السيد حطه اسم يعني يلاقي قبول من حكام الدول الممتاز عشان هو اللي يعمل هذا التوزيع بعدالة نحن لا نطالب شيء نحن نطالب بالعدالة فقط لا غير عارفين الكابتن برجاء اللهم إيه اللهم الموضوع مش محتاج 3-4-5 شهور الموضوع محتاج سنوات اللي طالع كابتن أصام عبد الفتاح مع كابتن أبو العلا من كام يوم يقول لك أحلى سنتين اللي فاتوا وكلاتن برج قال أنه هو حيبدأ أو بدأ بالفعل في تطبيق فكره خلال الفترة اللي فاتت ولكن لسه قدام وقت مثالة مهمة أن تجربة كلاتن برج محتاجة وقت ولازم اتحاد كرة القدم يكون مؤيد ومساند